على فكرة القهوة كويسة قهوة شكرا تقدر تقولي بقى منال مأموصة لي؟ حقها بنتي ما تجوزتش قبل كده ومن حقها انها تاخد واحد ما تجوزش قبل كده هي الأفكار البيخة الأديمة دي نعم أيوة أفكار أديمة وبيخة وأنا ممكن أرد عليها بكلام أبوخ وأقولك بنتك ما تجوزتش لغاية السن ده يعني تبقى عينس بس ده يبقى قلة أدب شبه الكلام بالزبط اللي انت قلته من شوية مش ملاحظة ان حضرتك يعني واخد راحتك قوي في الكلام أنا كده ما بحبش أزوق كلامي الكلام كده يوصل أصدق وأوضح وأريح ما قولتش حاجة بس قلت يا حسن قلت أنا بنتي بنت ابنوت وما تجوزتش قبل كده وأنا ابني اتجوز قبل كده ومش ولد ولود مش كده؟ فيها إيه يعني انه تجوز قبل كده نقس إيد؟ لا طبعا نقس رجل لا طب مش كفاية انه هو جالكم لغاية هنا في المنطقة الزحمة دي علشان يطلب إيد بنتك اللي أكبر منه هو دي حاجة تعيبه؟ لا خلاص قل بنتك يا الله هي حرة خلاص خليها لك والله لو لفتوا على رموش عينيكم عشان تلاقوا حد في تيبة أحمد ابني ما هتلاقوا لو سمحت لو سمحت يا جيمي المشكلة مش انه هو تجوز قبل كده المشكلة انه هو ما قالش هي دي المشكلة هو كان هيقول لكن انت رغاية بلا 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 خلاص مديتهوش فرصة يقول وبعدين أنا قلت له سيبك منها البنت دي رغاية هو اللي مصمر خلاص هو حر ايه؟ الدنيا التربائتي حسن؟ التربائتش يا ريم كلامك حلو بابا وأنا جيالك لأحد هنا وبقالي ساعة بتكلم وفي الآخر انت بتستخبي مني اهي دي زي دي صح يا حسن؟ اهي كلامك لوجيك يا ريم لوجيك؟ انا اللي عندي قلته وكان عندي صداع وقهوت حسن دا يعيده فرصة سعيدة يا حسن انا اسعد كتير والله يا ريم انا مضطرة امشي دلوقتي عشان مشواري صعب قوي وطويل والدنيا زحمة قوي عندكم وصلت بجد لو عملت كده تبقى هايل سواني ويكون جاهز منال حسن دا لطيف قوي نجوم رمضان معاك على واتشت اشترك وما تخليش حاجة تفوتك